شد الوجه، نفخ الخدود، وتنحيف الأنف مجاناً هذا ليس إعلاناً تجارياً الأمر حقيقة، بل حقيقة قديمة أيضاً وكان في الحضارات التاريخية مثل اليونانية والهندية والصينية من خلال ما يعرف بيوغا الوجه يوغا الوجه؟ خلينا نوضح أولاً هي ليس لها علاقة باليوغا التقليدية وهنا سمحولي أتوجه للسيدان كل اللي تحتاجي، أصابعك، والقليل من الوقت فصاحبات الوجه الجميل مثل ميغان ميريكل وغوينيث باترو يرجعنا إليها ليظهرنا أصغر عمراً وأكثر إشراقاً إذن ما هي أهم التمارين التي يوصي بها مدربين يوغا الوجه؟ من أهم التمارين يوغا الوجه التي نوصف فيها كمدربين يوغا الوجه تمارين رفع الخدود، تمارين لنجبها، تمارين كمان متحديد الفك دائماً نقول المساج في يوغا الوجه يكون دائماً لأعلى عشان يعطيكي إحساس الشند والرفع أو الليفتينج إفكت القواشة أو التول هادي تكون بهذا الاتجاه ونرفع على فوق طبعاً الضغط دائماً لما نستخدم أي تول من أدوات مساج الوجه لازم الضغط يكون خفيف إلى متوسط لازم يكون فيه كريم أو فيه زيت للوجه نستخدمه قبل ما نبدأ أو قبل ما نستخدم التولز المساج للأنف جداً مفيد لكن الشي اللي دائماً يعمله ممكن نعمل مساج بهذه الطريقة على فوق بحركة دائرية على فوق مساج بسيط زي كده بهذه الطريقة ممكن يساعد من تصريف الغد المفاوية ويعطي الأنف شكل أصغر منطقة العبسة اللي هنا سو تمارين مرة بسيط إنك تبدأي وسط الجبهة تقريباً وتنزل إلى تحت وتحاولي تشدي المنطقة كيف نخلل الرقبة مشدودة نقلل من الدبل تين أو إذنقنا المزدوج سو تمارين بسيط تحط يدك بهذه الطريقة وترفع رقبتك على فوق وتحاولي تدقي لسانك في سكب حلقك لمدة خمسة ثواني وترجع مرة عانية تقدر تعمل التمرين عشرة مرات